السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 3 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الجوزة استقر تماما في برج الجوزة ورحض الموجود في برج الجوزة لغاية الساعة 58 دقيقة من مساء يوم الخميس القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في منزلة الهقعة طبعا هو مجدد لها كثير لغاية الساعة 11 و18 دقيقة من مساء اليوم موعد بث الحلقة اللي هو الثلاثاء وذكرنا أن هذه المنزلة هي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأسحار ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد الساعة 11 و18 دقيقة مساء الثلاثاء بتوقيت جرينيتش بنتقل القمر بصير في منزلة الهنعة يعني اليوم الأربعاء القمر موجود في الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و55 دقيقة مساء الأربعاء بتوقيت جرينيتش لينتقل بعديها القمر لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر الآن بما أنه استقر تماما في برج الجوزاء فمعناته بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات وبكل المواضيع ولكن بنتقلب بأفكارنا وأفعالنا وبنفسيتنا أكثر من المعتاد بيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال أي شخص بوعدك بشيء يعني حاول أنك تحط نسبة أنك ما تسدوش أكثر علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل هذه الزاوية لها تأثير تقريب الخمس أيام ومستمرة خمس أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة وحدة 41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش هذه زاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وتضمن لك إخلاص محبوبك بالدل على تحسن أوضاع الفلاحين أيضا وعمال المناجم والمحافر والأعمال اليدوية والصناعات الثقيلة وموظفي الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة ومراكز العناية بالشيوخ والعجزة يعني بتعمل نوع من أنواع الاعتدال في توجهات بعض الجماعات المتطرفة اهتمام أكثر بالتراث الفني أو التقليدي ومحاولة إحياء وتجديد الإنتاج الفني اللي ممكن يحقق أرباح أكثر هاي الفترة برضو الأغاني الشعبية والتقليدية والكلاسيكية بتلاقي شهرة ورواج أكبر وبتعرف الأسهم نوع من أنواع الاستقرار أكثر في البورصة وهي فترة مناسبة لعقد القران أو الزواج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف المودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوى السلبية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هي لها تأثير يومين ومستمرة بتأثيراتها ليومين قادمين بتدفعنا للكآبة الهم الشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل تتعلق بالقلب بدهم ينتبهوا بهاي الفترة لأن العصبية ممكن أنها تعمل أزمات قلبية أو حوادث عن طريق النيران بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان ممكن يتم الكشف عن معلومات مخابراتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع يعني زلازل أو حرائق ولكن الأمر الأهم هو كشف بعض المعلومات اللي كانت مخفية وبتكون صادمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية إلى مهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية خلال هذا اليوم ما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعملية التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه في برج الجوزاق لولمسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم الغد الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة 58 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 27 يوم نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة 100% القمر في الجوزاق حتى يوم أربعة سبعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة ستين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الأسد حتى يوم خمسة وعشرين سبعة سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم أحد عشر سبعة سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين سبعة منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشر سعيد بنسبة خمستاش في المية وزحل في الحوت بيتراجح حتى يوم خمستاش اتناش منتحس بنسبة عشر في المية ورنس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ونبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم سبعة اتناش منتحس بنسبة عشر في المية وبلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم اثنين تسعة منتحس بنسبة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات وبإمكانكوا تفوضوا بثقة وجراءة حولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بدكوا تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن انك ما ترتاح بسبب كثافة الاعمال فحاول انك تباكر لعملك ما اتعرض نفسك للارهاق ورغم انك بتتميز بنشاط عالي جدا فاليوم ممكن تسمع جواب بيعجبك والاهم انك ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بدكوا تتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لا وضعكم المالي او لاوضاعكم المالية او لا التزاماتكم المالية او اتخذوا تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك اهم ايش انك ما تجازف باموالك او باستقرار وضعك المالي حاول انك تتروى حتى تتوضح الامور وما تبالغ بمصاريفك واحذر من المنافقين والنصابين والمحتالين ورتب وضعك المالي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم انتوا عندكم قدرها عالية على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها بتكثر المشاريع تختلط الواجبات حاول انك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الامور حدد اهدافك واولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك وانجاز الكثير طاقتك ممتازة وحلوة المستوى العاطفي ايضا رائع جدا فحاول تستغل هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك اليوم بناء للتعب منكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا اليوم محتمل يكون فيه ركود او تأخر في سير بعض الامور او يكون فيه معامل ما تقدر تنجزها بالكامل حاذر ايضا من التراجع الصحي والمعنوي واستريح بعيد عن الاضواء ولا تختلق اعدار للغروب من المسؤوليات والمهمات عشان هيك حاول انك تعمل بشكل روتيني برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لاصدقاء وتعتبر هاي فترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد من احد الاشخاص اهم شي انك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات تستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والاحداث وممكن تشارك بمناسبة او فعالية اجتماعية عشان هيك هاي فترة اجتماعيا ممتازة جدا فممكن تستغل معارفك لانجاز بعض المهام بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكون تحافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل حاولوا انكم تقدموا افضل ما لديكم لعلكم تحققوا انجاز او تحرزوا تقدم مفاجئ ما يعني لا تهدد سمعتك بالخطر لانه هذا بيت السمعة فحاول قدر الامكان انه ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين ممكن تقلق بشاء لقاء او وضع احد افراد الاسرة وهي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون اسهل واقل ارباك اذا انت كنت جاهز بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا اللي بدي يتقدم لا امتحان او مقابل اليوم الا اجواء جيدة ودعم لألو بقوة ولكن انا بنصح انه تستعدوا بشكل جيد ما تعتمدوا كثيرا على الحضوض رغم انه في حضوض ولكن يعني بعض الزوايا ممكن انها تأثر بشكل سلبي هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر اليوم من الخارج او من جهة غريبة حاول تسهيل امورك ممكن تهتم بثقافي مختلف الامر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي او جمعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على اموركم المالية المشتركة اليوم ركز على وضعك المالي تعديله تحسينه سداده ترتيب دفعاتك وما تسمح لأي شخص بانه يشكك بقدراتك ولا تكون جارح بالكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الاجواء وتحصل على الفرصة المناسبة اللي تبرر من خلالها اخطائك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء شراكات بالعمل بالعاطفة بين الازواج هاي فترة صعبة شوي تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات اهمش انك ما تنفعل حول الاضاءة على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم اليوم التركيز كله رح يكون على العمل هو اكثر شيء رحيش لك العمل وما يتعلق فيه حسب انت ايش بتشتغل وايضا الامور الصحية مراجعات او شعور بتعب او فحوصات اهم شيء انك تحاذر التراجع الصحي اذا شعرت بايشيء غير اعتيادي راجع الطبيب وما تسمح لا واجباتك بالتزامن ولا بالتراكم وكون اكثر تنظيما واحسن ادارة الوقت برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الاجواء نسبيا تصبح الاجواء اكثر سهولة وممكن تظهر لقاءات طارئة مع احد الاخوة او احد الجيران الاجواء داعمة للك عندك قدرها على الاقناع ممتازة وقدرها على التسويق ممتازة جدا وممكن تهتموا بمسائل تتعلق بالسيارات او الالكترونيات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكم بامور الهاصلة بالبيت والعائلة اهمش انه ما تتهربوا من المسئوليات وان كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادوا اي تقصير وما تبخل على العائلة بالعطب والنصائح كما انها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج او القلق حول مسألة شخصية الاهم انك انت تعالج مسألك العائلية بروية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء